الحالة الثالثة لطفلة تدعى لوجين من ولاية عين الدفلة لوجين تبلغ من العمر ست سنوات تعاني من مرض متعصر على مستوى الكبد ولأنها فلذة كبدها قررت الأم أنتهبها جزءا من كبدها والمشكل أن هذه العملية تتكلف 52 ألف أورو فلنتابع لوجين طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات أطفأ نور ضحكتها مرض على مستوى الكبد ليجعل أيامها وليليها سوداء من الألم وأثقل كاهل رب الأسرة العاطل عن العمل بمصاريف التحاليل والأدوية طفلها رأي مريضة ومرضة حراباين الكبد طلبهم المحسنين نقول لهم بلي هذا هو الحج وهذا هو العمر وهذه ملايكة كشغل تفتح لها باب وتعيش تطوال كما يقولون الأعمار بيد الله ولكن بيد المحسنين طلبوا من المحسنين وولاد عين دفلاء وسلطات المعنية في ولاد عين دفلاء في الصحة وسلطات المعنية في الوزارة رب تعاون هذه الملايكة الله غالب ما نحقناش ما صبنا لا على الدواء نجروا عليه ولا نجروا على لزاناليزا توحي ياسرين غالين بزاف 14-16 ما نشعر وش نقدر نقول لك ياسر معاناة ليلها إلا والدة ولوجين افتتحت التبرعات بقرارها اقتصام كبدها مع ابنتها لتدخل في دوامة البحث عن من سيعينها في جمع مبلغ الـ 52 ألف أورو من أجل إجراء العملية بخارج الوطن نحن نتبرع لها بالكبد طلبوا لي ذوكاق على الباسبور طلبوا لي من وجده من وجده أنا نستنى في أخواتي المحسنين ويعاونونا اللي عنده اللي بغي يعاونون أغب الدعاء واللي عنده ماذا به عاوننا الله غالب ما عندناش ما قدرناش الدواء غالي من الدواء لسبيطار الطيح ما كاش اللي يشوف ليها يقولون لك روح لطبيبها روح وين نروحون الله غالب ما نقدروش هو مبلغ مالي يشتري سعادة هذه العائلة ويرجع الإبتسامة لوجه طفلة البريئة فمن سيكون المشتري ترجمة نانسي قنقر